يصادف 2 نيسان اليوم العالمي للتوحد اللي بيهدف لزيادة الوعي حول طيف التوحد وأعراضه تعزيز دور المصابين بالتوحد بالمجتمع ودمجهم والزيادة قبولنا فيه لنعرف أكتر عن هذا اليوم قبل ما نتعرف على التفاصيل مع ضيوفنا نروح لها التقرير وراجعي حُدد يوم الثاني من شهر نيسان من كل عام يوم عالمي للتوحد اضطراب طريق في التوحد هو اضطراب في النمو لدى الأشخاص المصابين مما يؤثر في التواصل والسلوك ويسبب تحديات اجتماعية غالبا لا يوجد ما يميز الأشخاص المصابين عن غيرهم ولكن قد تكون طريق التواصلهم وتفاعلهم وتصرفهم وتعلمهم مختلفة عن الآخرين وقد تتراوح قدرات التعلم والتفكير وحل المشكلات لديهم فهناك أشخاص موهوبون وآخرون ذو تحديات شديدة مما يؤدي إلى حاجتهم إلى المساعدة في أعمال الحياة اليومية أكثر من غيرهم يعاني الطفل واحد من كل 160 طفلا من اضطراب طيف التوحد تظهر اضطراب الطيف التوحد في مرحلة الطفولة غير أنها تميل إلى الاستمرار في فترة المراهقة وسن البلوغ يمكن للتدخلات النفسية والاجتماعية المسندة بالبينات مثل أنشطة معالجة السلوك أن تحدى من المصاعب المصادفة في التواصل والسلوك الاجتماعية وتؤثر تأثيرا إيجابيا في العافية ونوع الحياة ويهدف اليوم العالمي للتوحد إلى زيادة الوعي حول طيف التوحد والأعراض وتعزيز دور المصابين بالتوحد في المجتمع وزيادة القبول لهم تسلط الضوء على الحاجة للمساعدة وتحسين نوع حياة المصابين وأخيرا دعم المصابين بالتوحد وعائلتهم أكيد لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع وبالتفصيل أكيد بلسرنا نرحب من جمعية أمال آلاء الحسن اختصاصية بالتربية الخاصة بمركز التوحد لمنظمة أمال ولميس الشهين مدير المركز التربوي للإعاقة السمعية أيضا في منظمة أمال صباح الخير ويعطيكم ألف عافية يساعد صباحكم وأهل وسهلة فيكن يعني خلينا أول شيء بداية قبل ما نبدأ بالتفاصيل كله نحكي عن معرض مرايا من المشاركين فيه ونحكي هيك لمحة عامة عن المعرض يساعد صباحكم وصباح المشاهدين المعرض اللي هلقى عم بتم التحضير لإله وإطلاقه بـ 30 يسان هو تحت عنوان معرض مرايا المشاركين بهذا المعرض أطفال أمال حيكون بهذا المعرض حوالي 25 عمال فني من أعمال أطفال أمال اللي يشتغلوهم بالسلصال وحيكونوا بلوحات فني تتقدم بـ 30 يسان التحضير لهذا المعرض والتجهيز لإله كان بالتزامن مع يوم السماع العالمي واللي بدأنا حاملته من شهر وكانت التغطية بكل ما يتعلق بموضوع نقص السماع وأيضا مع يوم التوحد العالمي اللي حيكون بـ 2 يسان وسيتم الاحتفال فيه وأيضا وهي هذه أيام لا التوعي فهذا المعرض جزء من الحملة للتوعي لتسليط الضوء على إمكانات وقدرات هذول الأطفال معرض مرايا كان تحت هذا العنوان هو عبارة عن أنه كل تفل حيقدم عمل فني أو لوحة فنية من خلال هذه الأعمال نحن سيطلع للعالم الخارجي من خلال هذه اللوحات ويعبر عن أفكاره وعن مشاعره بالمقابل نحن من خلال هذه اللوحات رح نطلع لعالمه الداخلي لنشوف التعبيرات والفنية اللي بتكون موجودة عنده لهذا الشخص ففكرة مرايا لأن نفتح المجال والقدرة لهذول الأطفال لأي بين أمكاناتهم بمجالات تانية ملازمة للتأهيل ننتقل للسيدة أعلى ويمكن أنت أقرب الناس لأطفال التوحد هذا الأطفال اللي دائماً بيكون عندهم قدرات كتير جبارة كيف تقدروا تستثمروا هاي القدرات وكيف شفتوهم بالمعرض الأخير هلأ انطلقت فكرة المعرض لأطفال التوحد من مبدأ أنه هو طفل بدرجة الأولى ومن حقه أنه يكون مثل كل الأطفال عم يعبر عن الأشياء اللي جواته وعم يسقط مشاعره على هاي اللوحات الفنية فشارك منهم إدعش طفل توحد مع الأطفال بالمعرض هدول الأطفال شافوا فيه المدربين الفنون أنه عندهم قدرات عالية قدرات حلوة بيقدروا يعبروا من خلالها ويسقطوا أفكارهم ومشاعرهم على هاي اللوحات طبعاً بتفاوتوا القدرات يعني الطفل اللي عم يقدر يتعامل مع هاي المواد نتقلم معه من البسيط للصعب كان يعني فيه اعتبارات ثانية كانت عم تكون مع طفل التوحد لأنه هو بحاجة لنراعي بعض الخصائص وقت نحنا عم نشتغل معه لوحة فنية مثل الطفل اللي ما بيتقبل ملمس معيان ممكن نبلش معه بملامس بسيطة ليقدر يتقبل هاي الملامس ويشتغل مثلاً بالماد اللي حكيت عننا المدام لميس هو السلصال يعني نعم طب خلونا نروح نشوف برومو معرض مرايا ونرجع من كيف الحديث موسيقى كمان خلونا نحكي بعد ما شفنا البرومو سوا شو هي الأنشطة يمكن أهم الأنشطة يمكن تقدموها للأطفال شو أهمية حتى لمرضى التوحد بشكل عام تقدم الأنشطة الفينية أو حتى المعرض هو جزء من البرنامج التأهيلي للطفل التوحد وطفل الإعاقة السمعية لأنه أطفال آمال توحدوا سمعي فهذه الأنشطة تقدم لأطفال من خلال خدمة الفينون بمنهاج بالأصل ووضع بناء على تقييم قدراتهم واستهداف نقاط الضعف لتكون داعمة بالأهداف اللي عم تنشغل الأنشطة الفنية بشكل عام الرسم والتلوين والنحط مع الأطفال كان ينظر سابقا لألعى أن أنشطة ترفيهية وهي لملء وقت الفراغ حاليا وخاصة مع أطفال التوحد وأطفال السمعية هذه الأنشطة هي جزء أساسي من عملية التأهيل لأنه بتعطي مؤشر لأن نشوف استعدادات الطفل لإبداع وتم العمل على تنمية وسقل المواهب كثير مهم نحن لما نحكي عن أنشطة فنية أو عن خدمة الفنون نشتغل على اكتشاف موهبي على تنمية تركيز وانتباه لهذا الطفل وفي المنهاج أيضا للفنون عندكم شوالهدف من هذا المنهاج؟ طمع بتخبرنا عنه أنا المنهاج هو إله ماشي بخطين فين يقول الخط الأول هو الخط المواهب اللي انطلق منه فكرة المعرض وخصوصا معرض مرايا اللي بيكون هذا الخط مع الأطفال يلي عندن القدرات ومواهب فنية الخط الثاني هو اللي بيكون داعم للخطة التربوية اللي عم تتقدم للطفل بالصف من انطلاقا لمبدأ تكامل الخدمات فبيتقدم له الجزء بالمنهج الفنون بيركز على المهارات اللي لازم يتطور فيها الطفل مثلا إذا نحن بالصف عم يكون في شغل على المهارات الدقيقة بيكون بالفنون عم ينشغل على الأصل على التلوين فهو عم يكون داعم للخطة التربوية الموجودة ضمن الصف كيف عم تشوفوا تقبل واستجابة الأطفال للمناهج اليوم ومدى يمكن مشاركتهم وفعاليتهم؟ حاليا بلش التكامل الخدمات سائية مثل ما شفنا الفنون بلشوا يشتغلوا ضمن معارض حتى الدراما كمان ورياض صار في إلهم مناهج لهدول الأطفال لكن هاي المناهج دائما بتتكيف بتقنيات خاصة بتراعي خصائص هدول الأطفال دائما من راعي خصائصهم بكل المناهج اللي بتتقدم نفسهم مناهج تتقدم للأطفال اللي ما عندهم مشاكل لكن من راعي فيهم اعتبارات وخصائص هذا في التوحد نعم لم يسعني أهمية مشاركة لهدول الأطفال ودمجهم بالمجتمع دائما منركز على الدمج بالمجتمع أدي مهم هذا المعرض لمشاركتهم شيء؟ يمكن قبل ما نحكي عن أهمية هذا المعرض لازم ننوع أنه مو هي التجربة الأولى اللي بيقوموا فيها الأطفال وبأنه نطلع بمعرض مقدمين سابقا عدد من المعارض وخارجي وداخلي بالإضافة إلى أن الأطفال بالمناسبات السنوية اللي بتكون بالأعياد بيتم العمل على أنشطة بيشتغلوا فيها هاي الأشغال اليدوي ومن البطاقات معادي بعيد الأم وعيد الأطهى وإلى آخره فهي بتعكس اهتماماتهم يولو بتظهر قدراتهم الخروج بمعرض مثل معرض مرايا واللي حن حيأكد وين المكان اللي هو موجود فيه حيكون بغالوري مصطفى علي يوم الثابت حيستمر ثلاثة أيام فخروجنا بأطفال أو خروج بهاي الأعمال الفنية بهيك معرض كتير إلو دور بشكل أساسي بإكتشاف مواهب والعمل على تنميتها النقطة الثانية هو كتير إلو دور بثقة الطفل بنفسه ودعم أسرته تشجيع المحيط لأنه لهم أكيد الدور لا وصل لهاي المرحلة كتير مهم ينشغل على التوعية المجتمعية وتغيير الصورة النمطية السلبية بأنه هذول الأطفال قادرين أنه يكون في عندهم إمكانات معينة ويطلعوا فيها الإبداع ليس حكرا على أحد فهن فرصتهم أنه يورجوا أنه عندهم إمكانات ممكن أن تظهر فبشكل عام بيترافق هذا المعرض مع أيام التوعية لأنه منستهدف أن نوصل للمجتمع أو للعالم قدي أهمية ووصول لقناعة بأهمية دمجهم سواء بالمجتمع أو بالجانب الأكاديمي والمداد لكل أم عند طفل مصاب بالتوحد لكل عائلة بتحب أنه تنمي هي المواهب وهي ممكن من الأشخاص اللي بيفخروا بطفلهم كيف من كان حتى إذا كان يممكن بيعاني من أي مرض كان فحتى إذا كان حتى إذا بنا نقول عن طفل التوحد يعني مثل ما قبل شوي هو ساحب قدرات جبارة شو بتنصحيون اليوم لدعمه لتشجيعه على إزهار مواهبه بشكل أكبر دائما بننصح أنه ينشتغل على الجزء اللي فيه نقاط مثلا إذا فيه نقاط ضعف عند الطفل منشجع الأسرة أنه تشتغل على نقاط الضعف وتأوية واللي عنده موهبة تتبنى هالأسرة وتطوره يعني يطلع لبرة على العالم يندمج يعني هذا المعرض كمان فرصة لحتى يشوفوا المجتمع أنه طفل التوحد هو قادر قادر يشتغل مثله مثل الأطفال الآخرين لكن باعتبارات خاصة هو يشتغل صح بس هو وصل تقريبا لمنتجات قريبة كتير من الأطفال يلي ما عندهم مشاكل خاصة أنه يمكننا على أيوم كتير عم نشوف مشكلة طيف التوحد أو التوحد عند الأطفال بسبب نظام الحياة الفوضوية عند بعض العائلات وعدم الانتباه إلهم قدي مهم اليوم الانتباه لهذا الموضوع وكيف ممكن تكشف أنه ابناء عنده طيف التوحد هلأ كشف اطراب طيف التوحد هو بيتمع عن طريق المؤشرات يعني الأسرة لما بتشوف مؤشرات أي مؤشر بيختلف عن طفل ما عنده مشكلة يعني لما بلاقي طفل ما عم يتطلع فيني ما عم يتواصل معي بصريا لما عم بلعب معه ما في هذا التفاعل أو الابتسامي التحكي طبعا بعض الأطفال بيظهر عندهم مؤشرات ملكة اللي بيظهر نفس المؤشرات في أطفال عندهم صعوبات معينة بمهاراتهم سواء الدقيقة مثلا لما تشوف الأسرة هاي المؤشرات لازم تتجه لأقرب مركز وتسأل إنه ابني عم يصير عنده هاي المؤشرات يعني المؤشرات التوحد بتبلش تظهر من عمر كتير صغير من عمر الرضاعة اللي ممكن تكتشف أنه الطفل ما عم يتطلع فيها وقت تكون عم تردعه ما عم يمسك إصبعتها لما عم تفوتها أو تتحكي معه ما عم يفتسم لك كأنه عرف هي أمه فهاي المؤشرات بتبلش تظهر من عمر مبكر فأي أسرة لازم بس تشوف هذا المؤشر تتوجه لمركز هذا المركز بيعمل له خطة تربوية هاي الخطة بتدعم نقاط الضعف وبتأوين يعني بتاخد نقاط القوة لتبني منها موهبة لنقطة رأيك قد ضروري الأهالي يلجأوا للمراكز يمكن يكون مو مجرد إيد واحدة عم بتسفق بالعكس تكون العائلة والمركز بنفس الوقت عم يعتوا كل اهتمامهم ونصايح للأهل كيفية التعامل مع الأطفال كيفية دعمهم شو هي الأسالي بقدمت شوفي المركز هو ضروري للطفل أكيد المركز هو ضروري لأنه هو بيقدم له خدمات متكاملة فين يقول بيقدم له الخطة التربوية منهج تربوي اللي بيكون ضمن الصف بيقدم له خدمة النفسي حركي لنفترض الخدمة الدعمة بيشتغل على المشاكل الحسية الموجودة عند الطفل بتقدم له الفنون للدراما بتقدم له كل الخدمات اللي هو بيحاجة فالمركز هو الخيار الأنسب وإضافة لتدريب الأسرة تدريب الأسرة كيف تشتغل مع الطفل كيف بيتنظم البيئة ضمن المنزل لحتى تراعي خصائص هذا الطفل طيب لميز خلينا نحكي كمان عن منظمة أعمال كيف ممكن تستقبل الأطفال كيف ممكن الأهل أنه يتواصلوا مع المنظمة يخلوا الأولادون يكونوا فيها إذا كان عندهم مشكلة معينة بظهور أي مؤشرات غير مطمئنة عند الأسرة به نمو طفلة بأي جانب سواء جانب اللغة أو جانب التواصل أو جانب التفاعل فكتير مهم الأمن لمن تنتبه لهاي المشكلة التواصل بيتم عن طريق وجود إحضار التفل المنظمي وخضوعه لفكرة الكشف الأولي لا تتحدد لشو ممكن المشكلة وكيف نكمل الاستقصاءات ولوصول التشخيص لحالة الطفل ممكن الاتصال على الرقم الرباعي 9331 من المحافظات مسبوك بصفر إدعاش لأخذ موعد والتحديد موعد للكشف الأولي ومن ثم استكمال الإجراءات قد ما يكون بالمراكز في طاقة التعابية بالوقت الحالي بس على الأقل هاي الأن بتحدد وممكن أن تتابع بأماكن بأماكن ثاني مستقبلا شو هي الخطط الموضوعة لأطفال التوحد عن كيفية دعمهم أو حتى للمعارض هلق نتابعين بالجزء منه بخط المواهب بما يتعلق بالفنون وبالبرامج التأهلي في فكرة أيضا تأهيل الأطفال التوحد الكبار بالعمر اللي ما في مراكز بتأهل هذه الفئة من الأطفال أكيد مستمرين بخدمات التشخيص والتدريب واللي هو محور أساسي بعملية بمراكز التأهيل وبالمنظمة لأنه رفض المجتمع بشكل عام بكوادر تعمم التجربية وتشتغل بتتوسع الفئة اللي ممكن أن تنخدم من خلال هذه الخدمات اللي بيكون من قبل اختصاصيين مأهلين مدربين بشكل مناسب نعم ألا كم نرجع لعندك يعني كل أم اليوم شو بتنصح هي إذا كان عنده طفل عنده طيف توحد أو توحد كيف تتعامل معه شو الممنوع شو المسموح بالتعامل معه حتى بالغذاء في دائما تحذيرات بتاع تحذيرات بتكون حسب حالة الطفل أطفال اللي عندن اضطراب توحد هنن ممكن بيشبه بعض كل طفل هو حالة خاصة بحد ذاته فكل طفل بيكون في إلو يعني منوجه الأسرة لتحذيرات أو لتعاملات معينة تختلف عن الأسرة الثاني يعني في أطفال عندهم قدرات عالية مثلا الطفل هو مؤهل يبلش يدخل على المدرسة فبيكون توجيه الأسرة كيف تبلش تشتغل معه على مهارات وليفت على المدرسة الأطفال يلي عندن صعوبة بالاستقلالية مثلا فبيكون توجيه الأسرة أكتر على مجال الاستقلالية وكيف يكون تركيز أكتر بالبيت على استقلالية الطفل فكل طفل هو حالة خاصة وكل أسرة هي إلى مثل ما بيقولوا تحذيرات أو أشياء خاصة غير الجمعية دي كادر العمل منطقة بشكل جيد لحتى يعرف إمكان يتعامل أكتر مع الأطفال التوحد لحتى إمكان يتواصل مع الأهل يعطيهم كل المعلومات والطريقة التعامل مع الأطفال الفكرة الأساسية بتأهيل الأطفال أو طفل التوحد هي تكامل الخدمات وتكامل الفريق الفريق اللي عم يشتغل مع هدول الأطفال متعدد متعدد تخصصات وعلى مستوى تأهيل وتدريب مناسب لتقديم خدمي بأحسن جودي كتير مهم الاتفاق بين الفريق على خطة عمل الطفل وسواء بالمركز أو المتابعة اللي بتكون بالأسرة أو أي جهة ممكن أن تتدخل مع هاي الطفل فبيخضع الطفل للتأهيل إذا كان في عنده متابعة بالدمج ممكن يخضع لخطة المتابعة فبيمشو بيكون فيه تنسيق كتير عالي بين أعضاء الفريق وخطة العمل للوصول بالأهداف اللي هي بتكون محطوطة بناء على قدرات هاي الطفل وتقييم ونقاط ضعف وقوة بدت تندعم عند هاي الطفل نعم كم مركز ممكن يكون موجودة لأمال بخدم دمشق والمحافظة هلق حاليا في أمال الشام وعننا أمال لاتقي فتح المركز التربوي الإعافة السامعية باللاتقي ورح ممكن قريبا ينفتح مركز حلب بالنسبة للتوحد بعض الأساسي هو بالشام إن شاء الله في عنا خطة مستقبلي بأنه بتتوسع بالمحافظات في ضغط عليكم هلق ونقاط شوفي بشكل عام لأنه بالعاصمة ودمشق بيكون هذا الضغط هو المركز بعد وما نفتح فروع بغير محافظات فوجود الفروع بيساعد بأنه بيخفف من هذا الضغط نصيحة بتحبي توجهي اليوم لكل الأهالي يلي عندهم أطفال مصابين بالتوحد وحتى للأهالي يلي مقاملين طبعا بجمعية أماروية اللي قدمت مساعدة كتير كبيرة ما حدا في إنكرة شو تحب توجهي لهم كلمة بحب قلهم أنه طفل اللي عنده اضطراب توحد هو طفل مثل ما حكيت أول شي هو طفل بالدرجة الأولى فنتعامل معه على أنه طفل قبل ما نتعامل مع الاضطراب فهو طفل مثل كل الأطفال اللي ما عندهم مشاكل لكن له خصائصه فلازم نحن نتعرف على خصائصه لنعرف كيف نتعامل معه نحن لازم نفوت على عالمه لنطلعه لعالمنا مو بالعكس ويعطيك العافية نعم يعني كمان مثل ما قلنا أنه دائما التوحد هو ساير مرض شائع للأسف بمجتمعنا عند الأطفال قلوا أسباب عديدة مثل ما قلنا كمان لما قلنا أنه أي بتحس بأعراض طيف توحد أو توحد تتوجه أو تاخد موعد على الرقم بذكرونا في قبل 9331 ومن المحافظات 0119331 نعم خبرونا كمان عن الخطط المستقبلية هل في معارض أخرى ممكن أن تقام للأطفال مستقبلا أو في مثلا شيء بعد العيد ممكن تعاملوا للأطفال بما أنه ما نتجربة الأولى فسنويا بيتم التفكير المعارض السابقة كانت اختلفت مواضيع وعناوين وكانت من ناحات وصلصال وفي معارض رسم وإلى آخره فكل سنة أحس المناسبات بشكل أساسي هذا المعارض اللوحات أو الأعمال الفنية الموجودة فيه ستكون ضمن أربعة مواضيع اللوحات فالأطفال نيسان سيكون هذا المعارض الساعة وحدي فأكيد كل سنة بناءا ما فينا نحدد لأنه شو وحي المناسب شو قدرات الأطفال هذه نتيجة تعامل لأشهر وسنوات بهاي الفعاليات أنت بيكون الطفل قادر أنه يدخل بمعارض ويعرض لوحاته بأي عمر بتشوفه أنه مؤهل لهذا الشيء الأنشطة الفنية هي متاحة لكل الأطفال على اختلاف الأعمار والمستويات ومن حقهم لهذه الأطفال لكن طبعا الفروق الفردية مثل موجودة بين الأطفال العاديين فهي أكيد موجودة بين أطفالنا ومو كل الأطفال عندهم التمييز أو هذه القدرات سواء بالتلوين بالرسم بإدراك الشكل بالتفاصيل فبتم خلال مسيرتهم بخدمة الفنون والعمل الفردي معهم أو حتى العمل الجماعي مثل أطفال الأعقل السمعين أنه بكونوا بنظام تعليم جماعي بتم اكتشاف المواهب فالطفل اللي بيظهر عنده هاي الرغبة والقابلية والدافعية والتمييز بيكون من أطفال اللي بيتم انتقاؤهم لا يشاركوا بهاي المعرض يعني نحن عنا 25 طفل مشاركين بس أطفالنا بالمراكز هو حوالي 150 طفل كلهم أكيد بيشتغلوا بهاي وبيخضعوا لهاي الخدمة بس هدول الأطفال اللي ظهرت عندهم بوادر التمييز واللي في عندهم رغمي بالاستمرار من المدربين طبع الفنون تنطلق فكرة المعارض المدربين شوفوا نوقات تمييز عند الأطفال ونوقات قوي فهنن بيحاولوا يطرحوا نوعية المعرض المناسب لهذول الأطفال نعم كل الشكر أكيد لألكم إن كان سيدة ألاء وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا على جهودكم الجبارة اليوم والعمل الإنساني اللي أكيد نحن بنفخر فيه وأيضا بدنا نتشكرك سيدة لميس كمان على جهودك اللي قدمت لنا وبنتظر المعرض بفارس شكرا لألكم شكرا لألكم نحن كمان نقول تحية لكل الكادر العمل بمنظمة أعمال على الجهود اللي عمي بذلها وإن شاء الله هيك دائما منشوف نشاطات متميزة للأطفال عندكم بالتوفيق شكرا لألكم شكرا لألكم